أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآيات أيها الإخوة تتحدث عن خلق آدم عليه السلام أبو البشر وما حصل في خلقه وبعد خلقه من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى وهذه القصة قصة خلق آدم عليه السلام ومجيئها في هذا المقطع من السورة له ارتباط بما قبله ما هو وجه هذا الارتباط مر بنا في الدرس الماضي في آخر الدرس الماضي قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وكأن الله سبحانه وتعالى هيئ الأرض وهيئ ما في هذا الكون لمن يستفيد منه لمن يقوم على طاعة ربه فيه فناسب أن يأتي أن يأتي الله سبحانه وتعالى بخليفة يخلف ربه في إقامة شرعه وتطبيق حدوده وعبادته ويكونون جيلا بعد جيل في هذه الأرض لأن الأرض هيئت ورتبت وجعل فيها من أسباب الحياة ومن أسباب البقاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم فلا يمكن أن يبقى ذلك عبثا لا بد أن يوجد له من يفيد منه من يقوم على طاعة ربه سبحانه وتعالى في هذه الأرض فلذلك جاء خلق آدم عليه السلام بعد ماذا؟ بعد أن هيئ الله تبارك وتعالى هذا الكون وهذه الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ماذا بعد ذلك؟ لا بد حينئذ أن يوجد من يستفيد من هذه الأرض التي هيئها الله سبحانه وتعالى وخلقها فالارتباط ظاهر بين وجود قصة آدم عليه السلام قصة خلق آدم عليه السلام بعد تهيئة الله سبحانه وتعالى للأرض وإعدادها وإكمال ما فيها فربنا تبارك وتعالى قال مخاطبا الملائكة كما ذكر في هذه الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة هم عباد الرحمن هم عمرت السماوات بطاعة الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المكلفون بإبلاغ شرع الله لعباده وهم المكلفون بإدارة وتصريف شؤون هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى يأمرهم الله سبحانه وتعالى منهم من يقبض الأرواح ومنهم من يرسل الرياح ومنهم كل موكل بعمل ومنهم من يسجل أعمال العباد كل منهم موكل بعمل وهم طائعون قائمون على عبادة ربهم سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة هذه الأرض التي هيأها وأعدها سيجعل فيها من يخلفه في إقامة شرعه وتطبيق أوامره وعبادته وأخبرهم أنه سيكون منهم من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض فالملائكة لما أخبرهم ربهم بهذا قالوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها هذه الأرض التي زينتها وخلقتها وأمددتها بكل هذه الخيرات وهذه النعم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا دليل على أن سفك الدماء من أعظم الحرمات ومن أعظم الجرائم ومن أعظم أنواع البغي التي يبغضها الله سبحانه وتعالى لذلك ورد النص هنا على أمرين من يفسد فيها ويسفك الدماء والله سبحانه وتعالى قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال إنه لا يحب المفسدين فالملائكة كأنهم يعني يخاطبون ربهم أن هذا المخلوق هذا الذي سيكون منه هذا الأمر الإفساد في الأرض وصفك الدماء هذا نحن أولى بالطاعة منه نحن نطيعك ولا نعصيك في شيء فالله سبحانه وتعالى عقب على ذلك بقوله قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء الخلق الذين سيجعلهم في الأرض هم كذلك هم كذلك منهم من يفسد في الأرض ومنهم من يسفك الدماء ولكن منهم من يقوم على طاعة الله منهم الصالحون منهم العباد منهم المنفقون منهم الأولياء منهم أهل الخير منهم أصل أهل الصلاح منهم المجاهدون في سبيل الله وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أن يوجد فيها الصالح والسيء والمطيع والعاصي أنه حتى تتمايز الأحوال وحتى يعرف الصادق المطيع من غيره أن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق جميعا بطاعته لكن وأعد الجنة وأعد النوم جعل الجنة دار المتقين والنار والأياذ بالله مأوى الكافرين لكن لم يحتم على أحد منهم دخولها بدون عمل دعاهم بعد أن خلق هذه وخلق هذه إلى طاعته وعبادته فمن اهتدى وأطاع أدخله الله الجنة ومن عصى وبغى وحاد الله سبحانه وتعالى أدخله الله النار وهذا من عدل الله ورحمته سبحانه وتعالى الملائكة يقول نحن نسبح بحمدك ونقدس لك لا نعصيك هؤلاء الخلق سيفسدون في الأرض سيسفكون الدماء فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون أنا أعلم أن هؤلاء منهم من يكون ممن يسفك الدماء ويقتل ولكن منهم أناس صالحون مطيعون مهتدون قائمون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا من أهم ما يعني يتطلع إليه ومن أعظم وهو أعظم بل هو أعظم ما خلق الله الخلق من أجله العبادة والطاعة وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون لما قال الله سبحانه وتعالى لهم ذلك أراد أن يبين فضل آدم على هؤلاء الملائكة هؤلاء الملائكة ما كان معهم من يزاحمهم في عبادتهم لله ويرون أنهم هم الأحق بطاعة الله والاستقامة على أمره لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم فضل آدم وذريته على الملائكة هذا فيه تفضيل آدم وتفضيل ذريته في الجملة على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم فعلم آدم أسماء الأشياء أسماء الأشخاص أسماء الأماكن أسماء الأحوال أسماء الأفعال فوق وتحت ويمين ويسار وقوي وضعيف كل هذه الأوصاف والأسماء علمها آدم سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة حتى يبين لهم حكمته وعلمه وفضل آدم على الملائكة علم آدم الأسماء هذه ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء هذه الأشياء التي علمها لآدم ما عندهم علم بها قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقفوا عند حدودهم لا علم لنا لا نعلم لكن آدم يعلمها بما علمه الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على ماذا؟ على تفضيل آدم على الملائكة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم حتى يؤكد لهم أن آدم يعلم وأن الله علمه ما لم يعلمه للملائكة وأن يبين لهم فضل آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قل لهم فلما أنبئهم بأسمائهم آدم قالا لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنه خلقه وقدره وأمره كلها حكمة وكلها رحمة والخلق مهما كانوا حتى ولو كانوا من الملائكة لا يصل علمهم ولا تصل فهومهم وإدراكهم إلى شيء من علم الله ولا من حكمته تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال ألما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن عزز في نفوس الملائكة مكانة آدم أن الله سبحانه وتعالى قرى لهم إنه هذا سيكون خليفة في الأرض والأرض هذه كما يكون فيها الظلمة والمفسدون والكفار سيكون فيها الأولياء والمصلحون والمتقون والمهتدون ثم علم آدم الأسماء كلها ثم بيّن لهم فضل آدم عليهم ثم بعد ذلك قال لهم وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم بعد هذا أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم فآدم عليه السلام هو من خلق الله ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأن خلقه بيده أربع أشياء كما وردت في حديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه بعض أصحاب السنن والمسانيد أن الله سبحانه وتعالى خلق بيده أربعة أشياء ما هذه الأربع الأشياء العرش والكرسي والقلم وجنات عدن وآدم عليه السلام هذه خلقها الله سبحانه وتعالى بيده وأما بقية المخلوقات فقد خلقها بالأمر كن فيكون وهذا الدليل على تشريفها على تشريف هذه الأشياء ومكانتها فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ولذلك جاء في حديث الشفاعة الذي ذكرناه في درس مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الشافع هو الذي يشفع الشفاعة الكبرى في يوم القيامة ولكن الخلق قبل ذلك عندما يشتد بهم الكرب عندما يشتد بهم الكرب من طول المقام في أرض المحشر ومن حرارة الشمس يأتون إلى الأنبياء يسألونهم أن يشفعوا إلى ربهم ليفصل بينهم بالحساب فيأتون إلى آدم ويقولون له ماذا يقولون لآدم؟ يا آدم أنت الله الذي خلقك بيده وأسجد لك ملائكته أسجد لك ملائكته فهو مخلوق خلقه الله بيده من طين كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آدم مخلوق من طين خلقه الله سبحانه وتعالى من طين وقيل أنه كان بين كونه ترابا خلقه من تراب كما جاء في آيات عديدة ثم بعد ذلك صار التراب هذا طينا ثم بعد ذلك أصبح هذا فخارا من صلصال كالفخار ثم بعد ذلك نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح هذا آدم عليه السلام مخلوق من طين والملائكة مخلوقة من نور والجان مخلوقة من ماذا؟ من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانة مما رجب من نار نعم فآدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة يعني أمرهم أن يسجدوا لآدم عليه السلام وهذا السجود أيها الإخوة عبادة السجود في أصله عبادة والعبادة لا تكون إلا لله تبارك ولا تعالى ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في شرع الأمم السابقة أن هذا السجود يكون للتكريم يكون للتكريم فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسجدوا لآدم لا لعبادته ولكن لإظهار مكانته ومنزلته وقد ورد أيضا في قصة يوسف عليه السلام يوسف ورفع أبويه على العرش لما جاءوا إليه قالوا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما جاءوا إلى يوسف قالا فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هذا من باب التكريم وليس من باب العبادة فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد هذا كله بعد أن بيّن لهم أن الخلق وجود خليفة في الأرض هذا له حكمة وله أمور تغيب عنكم أكثر مخاطبا الملائكة أكثر مما علمتم وما علموه كان بتعليم الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك علمه الأسماء كلها ثم بعد ذلك بيّن عجز الملائكة عن أن تعرف هذه الأسماء ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم هذا ترقي في تأكيد مكانة آدم عليه السلام وبيان تفضيله حتى على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هنا إبليس عليه لعنة الله هذا المخلوق المشؤوم كان مع الملائكة إبليس كان مع الملائكة ليس منهم ولكنه كان معهم وتعلم ولديه علوم كثيرة لكنه حصلت له هذه اللعنة وحصل له الطرد بسبب اعتراضه على حكم الله سبحانه وتعالى وبحسب الحسد الذي أدى به إلى ذلك ولهذا يقولون إن الحسد هو أول معصية عصي الله تبارك وتعالى بها أول معصية عصي الله بها ما هي الحسد كيف كان ذلك في قصة يعني امتناء إبليس عن السجود قال أنا خير منه يعني لماذا هذا التكريم لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الطين يعني شيء مرذول يعني شيء ليس في مستوى النار لأن النار في نظره قوية تحرق واستفاد منها واستضاء بها أما الطين هذا فشيء مرذول قال أنا خير منه لكن من هو الذي أعطى آدم هذا كله ومن هو الذي أسجد له ملائكته ومن هو الذي قدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى فهذا اعتراض على ماذا على حكم الله تبارك وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فحقت عليه اللعنة وطرده الله سبحانه وتعالى هنا قال إبليس فسجدوا إلا إبليس امتنع من السجود مع أن الله أمره بذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من بيان شؤم الإباء والاستكبار عن الحق تأبي عن الحق والاستكبار هذا من أعظم الذنوب من أعظم الذنوب أن يعرف الإنسان الحق ويراه فيحيد عنه أول يستكبر ويتعالى والكبرياء لمن لله تبارك وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين لماذا كان من الكافرين بسبب هذه المعصية العظيمة التي عصى بها ربه تبارك وتعالى هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم وخلق له زوجه خلقكم من نفس واحدة وجعل منها خلق منها زوجها آدم خلق الله سبحانه وتعالى له حوى زوجه حوى أمنا حوى أبونا آدم وأمنا حوى خلقها من ظلع آدم كما ورد في بعض الروايات ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن أنعم عليهما بكل ذلك وأسكنهما الجنة أمر الملائكة بالسجود لهما أسكنهما في الجنة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله الله سبحانه وتعالى أباح لهما كل ما في هذه الجنة جنات عدن أن يأكلوا منها وأن يتمتعوا بها لكنه نهاهم عن الأكل من شجرة معينة وردت روايات كلها أكثرها روايات إسرائيلية في بيان ما هذه الشجرة هل هي شجرة التين هل هي بعض سنابل القمح أو غيرها هذا كله لا يعني لم يثبت هذا لكن الله سبحانه وتعالى حدد لهما شجرة معينة أن لا يأكل منها وهذا من باب الاختبار اختبار قوة الصبر والثبات على دين الله سبحانه وتعالى لا تأكل من هذه الشجرة هذا كان فيه غنية لآدم عليه السلام أن يتنعم بكل ما في جنة إلا هذه الشجرة لكن هنا الشيطان الذي رأى نعمة الله سبحانه وتعالى على آدم وتكريمه له جاء إليه في هذا المستوى فأزل لهم الشيطان عنها جاء إليهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة هل تعلماني لماذا نهاكم ربكم عن هذه الشجرة ليس لأنها سيئة ولا لأنها يعني شجرة لا تصلح للأكل بل لأن من أكل منها يخلد فالله الله سبحانه وتعالى لا يريد لكم الخلود فأكلا منها بمجرد الأكل بدت لهما سوآتهما ما معنى بدت لهما سوآتهما سقط لباسهما الذي يستر عوراتهما عنهما بسبب هذه المعصية الله سبحانه وتعالى حذرهما لكنهما ترك أمر الله واستجاب لدائية الشيطان فأكل منها فبدت لهما سوآتهما أحس حينئذ بماذا وهذا مذكور في سور أخرى في آيات أخرى فأحس بعظم الذنب وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة من أوراق الجنة الكبيرة يسترون بها سوآتهما وناداهما ربهما على منهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدوه مبين هنا يعني آدم تبين له أنه أخطأ وخالف أمر الله سبحانه وتعالى فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه يعني خرجا من الجنة بسبب هذه الخطيئة بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والأكل من هذه الشجرة كما وسوس لهما الشيطان هنا الله سبحانه وتعالى قال اهبطوا بعضكم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني بعد أن كانوا في الجنة الله سبحانه وتعالى أمرهما أن يهبط إلى الأرض إذن الجنة هي المسكن الأساس الأول لمن لبني آدم الجنة هي مسكن بني آدم الأول لكن بسبب هذه المعصية بسبب هذه المخالفة اهبطوا إلى الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال إني جائل في الأرض خليفة هؤلاء اهبطوا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون الحكمة تقتضي أن يخالف أمر الله بوسوسة الشيطان ثم بعد ذلك يأمرهما الله سبحانه وتعالى بالهبوط إلى الأرض وتكون هذه الأرض مستقر لهما ولذريتهما حتى حين ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الإمام بن القيم يقول في وصف الجنة في قصيدة طويلة منها أبيات يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم جنات هي مساكن بني آدم وفيها المرجع والمآب لمن قدر الله سبحانه وتعالى له أن يرجع إليها ولكننا يقول سبي العدو الشيطان الشيطان هو الذي أوقع آدم في هذه الزلة كما قال الله تبارك وتعالى فأزله من الشيطان ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم يعني نؤمل أننا نرجع من يكتب ربنا تبارك وتعالى له الخير والتوفيق والهداية فإنه يعود إلى المنزل الأول وهو الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك قال فتلقى الآن آدم أخطأ هذه الخطيئة وخالف أمر الله وأمره الله سبحانه وتعالى أن يهدط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من رحمته بآدم من رحمته بآدم عليه السلام وذريته وإرادة الخير له الله سبحانه وتعالى علمه كلمات يقولها يستغفر بها ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تقديس واعتراف بألوهية الله تبارك وتعالى وبراءة واعتراف بالذنب وبراءة من الذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقبل الله سبحانه وتعالى توبته ثم قال قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم هذا الاستغفار والاسترجاع كان قبل أن ينزل إلى الأرض نعم ثم قال قل نهبطوا منها جميعا كلكم ما يبقى أحد من بني آدم في الجنة إبطوا إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى وهدى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يبينه في كتبه وعلى لسان رسوله فمن تبع هدى الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى وإن خرجوا من الجنة حتى وإن نزلوا إلى الأرض ما دام أنهم متبعين لهدى الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومآلهم بعد ذلك إلى ماذا إلى الجنة ما دام أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم سيعودون إذا استقاموا على ذلك إلى الجنة التي هي منزلهم الأول لكن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأن الكفار هؤلاء رائدهم وقائدهم إبليس هؤلاء ما الذي أوجب لهم هذا دخول النار وما الذي أوجب لهم الخلود فيها الذي أوجب لهم ذلك كله مخالفتهم لأمر الله تكذيبهم لله سبحانه وتعالى ولأوامره فلذلك كانوا من أصحاب النار وكتب الله سبحانه وتعالى عليهم الخلود فيها في هذه القصة أيها الإخوة عبر وعظات نقف عند بعضها نقف عند بعضها أول هذه أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم لا يحد فضله سبحانه وتعالى على آدم هذا الفضل المتعدد خلقه بيده وأسجد له ما أعلمه أسماء كل شيء وأسجد له كل ملائكته هذا كلهم من فضل الله سبحانه وتعالى من الذي يعترض على هذا إبليس وجنده وأمثاله في الحياة الدنيا يوجد يوجد لماذا يعني حتى بعض الناس الذين يشككون ويعترضون على أقدار الله سبحانه وتعالى لماذا فلان أعطاه الله من الأموال لماذا رزقه الله الأولاد وأنا ما عندي أولاد وأنا ما عندي أموال ما الذي فضله عليه وهكذا ما الذي جعله صحيح البدن وأنا مريض ما الذي جعله قوي وأنا ضعيف إلى آخر ما هناك مما يلقي به الشيطان لكن رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حكمته وإلى علمه هو الأمر الواجب لأن الإنسان ليس له حق على الله سبحانه وتعالى حتى يعترض على هذه هذه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اختيار الملائكة اختيار الرسل عفوا اختيار الرسل والأنبياء هذا من الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء واختار هذا كمال القدرة كمال العلم كمال التمكن هذا خلقه وهذا أمره وهذا تدبيره لا يستطيع أحد أن يعترض عليه لماذا أعطر هذا ولم يعطي هذا هذا بالنسبة للإنسان المسلم ليس له إلا الرضا والتسليم آمننا بالله وبما جاء من عند الله كل من عند الله كل من عند الله ما يستطيع أحد الآن وأنت ترى في الكون ترى في الكون الإنسان العالم الذكي الفاهم وترى مقترا عليه في عيشه مضيقا عليه في حياته وترى الجاهل الساذج موسعا عليه هكذا أحوال كثيرة تراها في الدنيا لكن هذا لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه حصل لهم بقدرتهم أو أنه حصل هكذا عفوا اتفاقا كما يقولون دون أن يكون وراءه تدبير وتقدير من الله سبحانه وتعالى وهذا كله هذا كله تقدير وتدبير من الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى والذي يبتلى بشيء من ذلك في هذه الدنيا بنعمة أو بنقمة ويصبر على هذه النعمة كما تقتضيه النعمة الذي تحل بيده النعمة كيف يبتلى بها يبتلى بها لأنها قد تكون سببا في صرفه عن طاعة الله قد تكون سببا في نسيانه لكن إذا ثبت على مراد الله تبارك وتعالى وأدى حق الله فيها زادها الله سبحانه وتعالى عليه وثبتها لديه وأما إن جحت وكفر فإن هذا مؤذن بزوالها عنه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد اختيار إبراهيم عليه السلام اختيار ذريتي للنبوة والرسالة هذا كله من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول أنا أعلم أنا أفهم أنا أقدر لا نحن بنو فلان لماذا لا 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 هذا كله بقدر من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى العلم كله أن العلم كله بيد الله تبارك وتعالى العلم علمكم ما لم تكونوا تعلمون فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو العليم اسمه وصفته العليم العليم سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ولذلك أظهر فضل آدم عليه السلام وأعطاه ما أعطاه أعطاه ما أعطاه المسألة الثالثة أو القضية الثالثة هي قضية الاعتراض على أحكام الله والحسد في هذه الدنيا هذا ما حصل لإبليس وهو كان مع الملائكة في السماوات لكن بسبب هذه المعاصي هذه المعاصي العظيمة الله سبحانه وتعالى كتب عليه اللعنة وأبعده وهذا دليل على أن المعاصي سبب لزوال النعم المعاصي سبب لزوال النعم فبسبب مأصيته الله سبحانه وتعالى عقبه هذا العقاب ولا ينبغي أن ينظر إلى الذنوب على أنها صغيرة وأنها حقيرة وأنها ذنب واحد فقد يكون ذنب واحد أعظم من عشرات ومئات الذنوب عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يجوز أن يحتقر الإنسان المسلم الذنب ولهذا يقول بعض العلماء العارفين رحمه الله من علماء السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته لا تنظر إلى صغر الذنب تحتقر الذنب هذا المسلم يسيرة لكن انظر إلى عظمة من عصيته فهذا الشيطان الشيطان بسبب هذه المعصية كتب الله عليه الشقاء وطرده وأبعده ولعن كذلك آدم عليه السلام آدم عليه السلام مع كل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه ذكرناها خلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته لكن بسبب معصية واحدة معصية واحدة ما هي هذه المعصية أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها ماذا حصل له فقد مكانه في الجنة وهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى لينزله إلى الأرض ولتعمر الأرض بهذا الخليفة لكن يعني آدم الذي أخرجه من الجنة هو هذا الذنب فلا ينبغي فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يستهين الإنسان كما قلنا في حق إبليس لأن يستهين الإنسان بالذنب لأن هذه الذنوب مما يغضب الله تبارك وتعالى فآدم بسبب هذا أنزل من الجنة إلى الأرض إلى الأرض وفرق طبعا بين الجنة التي فيها النعيم المقيم وبين الأرض التي يكون فيها ما يكون بين الخلق من التهارش والتنازع والاختلاف والقرب والبعد ففرق كبير لكن هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى فأنزل آدم إلى الأرض بسبب هذا الذنب فلا ينبغي أن يستهين الإنسان بذنب أبدا خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى وأعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى هذا هو التقوى أن تتقي الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لبقينا في الجنة ولما كان علينا حاجة لبني آدم من أنهم يعملون ويكدحون في هذه الأرض لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فتح الباب للتوبة الله سبحانه وتعالى فتح الباب للتوبة تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إلا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا أشعرون فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة كلنا مقصرون كلنا نذنب كلنا نخطئ لكن الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة وهذه كما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات وسمات العباد الصالحي ما هي المسارع إلى التوبة بعد الذنب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ونعم أجر العاملين فالتوبة ذلك آدم عليه السلام ما أخرجه من خطيئته إلا هذه الكلمات التي علمه الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين براءة من جهده ومن حوله ومن قوته وانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى وإقرار واعتراف بالذنب وتقديس وتنزيه لله تبارك وتعالى أوجب له بفضل الله سبحانه وتعالى العفو والصفح عن هذا الذنب الكبير الذي ارتكبه ولذلك كما قلنا قبل في بداية الدرس آدم عليه السلام عندما يأتيه البشر يسألونه أن يشفع إلى ربهم يذكر خطيئته يعني يعتذر أن يشفع إلى ربه لأنه فعل هذه الخطيئة التي أوجبت له الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الاستقامة على أمره وأن يعصمنا من مضلات الفتن وأن يتوب علينا من جميع الذنوب إنه على كل شيء قدير نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونسأله بفضله وكرمه ومنته أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يعجل الفرج والنصر والتمكين لإخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين إنه على كل شيء قدير اللهم أنجل المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين من عدوهم اللهم أنجل المستضعفين المسلمين في غزة وفلسطين من عدوهم اللهم أنجل المستضعفين المسلمين في غزة وفلسطين من عدوهم يا أرحم الراحمين ومكن لدينك وعبادك الصالحين في هذه الأرض إنك على كل شيء قدير